اناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وذلك لافتتاح معرض الجواهر العربية 2021 والذي يقام بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات وقد أكد سموه على تقدير مملكة البحرين لجميع المشاركين في هذا الحدث الهام الذي يعكس ثقتهم بما تتمتع به المملكة من مقومات تعزز دورها كوجهة سياحية واستثمارية مفضلة تشكل رافدا للمسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدأ حفظ الله ورعاه وخلال جولة سموه في أجنحة المعرض نقل سموه للمشاركين تحياتي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظ الله وتمنيات سموه لهم كل التوفيق والنجاح واستذكر سمو نائب رئيس مجلس الوزراء دور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة طيب الله ثرى في رعاية هذا المعرض منذ نسخته الأولى في سياق ما كان يحرص عليه سموه من دعم لصناعة المعارض والمؤتمرات وأكد سمونا برئيس مجلس الوزراء حرص مملكة البحرين على تبني المبادرات التي تعزز قدرتها التنافسية في صناعة المعارض والمؤتمرات ولتكون وجهة مثالية لاستضافة وتنظيم المحافل الدولية الاقتصادية لافتن سموه إلى أن سياحة المعارض والمؤتمرات داعمة لأولوية وبرامج تطوير القطاع السياحي ضمن خطة التعافي الاقتصادي وبخاصة ما يتعلق بتنمية القطاعات الوعدة بما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم البرامج المواجهة للمواطن وأشار سمونا برئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام مملكة البحرين المتنامي بدعم الصناعات البحرينية وتوفير الأجواء التي تكفل الترويج الأمثل لها ومنها صناعة الذهب المرتبطة بالموروث البحريني والثقافة الوطنية ونوها سموه بالمقومات التنفسية التي تمتاز بها مملكة البحرين في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات وما تمتلكه من كوادر وطنية لديها الشخص نحو التمييز والإبداع مؤكدا على أهمية المعارض والمؤتمرات كأحد القطاعات الداعمة لعجلة التنمية المستدامة متمنية سموه للقائمين على معرض الجوهر العربية كل التوفيق والنجاح وقد أعرب المشاركون في المعرض عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على رعاية سموه لمعرض الجوهر العربية 2021 وشيدين بما وفرته الحكومة من تسهيلات تدعم فرص نجاح المشاركة في المعرض تجدر الإشارة إلى أنه تشارك في المعرض أكثر من 550 علامة تجارية تقدم مجموعة هائلة من التصاميم الكلاسيكية والمعاصرة والتحفي والهدايا والجواهر الكريمة والساعات والإكسسوارات الفخمة ودور المجوهرات العريقة وصانعو الساعات الثمينة والمصممون البارزون من جهته قال الدكتور ناصر قائد رئيس التنفيذي لهيئة البحرين لسياحة والمعارض إن معرض الجواهر العربية يفتح أبوابه مجددا هذا العام لألاف الزوار من البحرين والخليج العربي والمنطقة والعالم ليقدم لهم تجربة ثرية تحقق تطلعاتهم وسط مشاركة 532 عارضا من 30 دولة يمثلون أهم تجار ووكلاء ومصنع الذهب والمجوهرات والساعات والمقتنيات الثمينة متوقعا أن يحقق المعرض هذا العام رقما جيدا في نسب المبيعات والعوائد التجارية والاقتصادية وأكد قائدي في تصريح له على هامش افتتاح معرض الجواهر العربية أن الزغم والنجاح الذي يحققه هذا المعرض عاما بعد عام يؤكد جاهزية مملكة البحرين للتوسع في قطاع صناعة المعارض والمؤتمرات بما يحقق الأهداف الطموحة للإستراتيجية السياحية الجديدة في إطار خطة التعافي الاقتصادي وبدعم من الحكومة ولفت إلى أن هذا النجاح يعزز من جهود هيئة البحرين للسياحة والمعارض لمواصلة النهوض بهذا القطاع وتتويج ذلك من خلال الافتتاح المرتقب لمركز المعارض والمؤتمرات الجديد في الأسخير العام القادم والذي يعتبر من بين الأكبر والأميز من نوعه على مستوى الشرق الأوسط مشيرا في هذا الصدد إلى أن صناعة المعارض والمؤتمرات أصبحت خلال السنوات الماضية إحدى الصناعات المهمة التي تلعب دورا مهما في نسب الأشغال الفندقي والطيران ومعدلات السياحة الوافدة وزيادة الاستثمارات والتنمية الاقتصادية بشكل عام